موسيقى وزا سقف الـ 1500 ريال مقابل الدولار بينما عاود سعر صرفه بـ 400 ريال مقابل الريال السعودية وقال الخبراء إذا كان البنك المركزي شرعنا ببيع الدولار بـ 1411 ريال في مزايد نعلني وكأنه تحول إلى شركة صرافة لبيع الدولار فإنه بذلك يؤسس الانهيار العملة الوطنية وغلاء الأسعار ولا غرابة لو ارتفعت قيمته في مضاربة السوق السوداء إلى أكثر من 1500 ريال الدولار الواحد خلال الفترات المقبلة واتساء الاقتصاديون عما إذا كان لدى البنك المركز احتياطي كافي من النقد الأجنبي حتى يستطيع فعليا تطبيق نظام مزادات بيع العملة الأجنبي عبر تطبيق نظام المزادات الدولية والذي يعد شرطا أساسيا لتنفيذ هذه العملية وكأن البنك المركزي فتح مزادا إلكترونيا لبيع 15 مليون دولار للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بهدف إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار أكد مصدر ملاحي أن محافظ محافظة حضراموت توجه بإرجاع ناقلة نفط خام قبل رسوة في رسيف ميناء الضبة بمديرية الشحر وقال المصدر إن التوجيهات شددت على عدم شحن أي ناقلة وقود من النفط الخام إلا بعد تسويات حكومية بدعم المحافظة من الوقود بسعر مخفض وإيجاد حلول مناسبة للأزمة الخانقة التي تشهدها وقيام الحكومة بالرقابة على كل واردات الدولة من النفط الخام الصادر من المحافظة ورفع حصتها من المبيعات لفتح مجال للاستيراد الحكومية وتشتري شركة النفط الحكومية بساحل حضراموت الوقود بمختلف أنواع من التجار والمستوردين وتقوم ببيعها على وكلاء محاطة الوقود بساحل وادي حضراموت وشبوة والمهرة منذ مارس 2018 بعد قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وإخضاع عملية بيع وتوزيعها للمنافسة بين الشركات نظرا لإحجام الحكومة عن تغذية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة يذكر أن سألت دبة البنزين 20 لترا تجاوز سعرها في محافظة حضراموت سقف العشرين ألف ريال أعلنت الشركة اليمنية لتكرير نفط انتهاء عمل الصيانة لمصافي شركة صافر بمارب بشكل كامل ودخور جميع وحدات الانتاج إلى الخدمة وقالت الشركة في بان لها إنه تم البدء بتحميل مادة البترول جزئيا للطلبات المستعجلة والاعتيادية لتغذية السوق المحلية في مارب والمحافظة الأخرى من المشتقات النفطية افتتح محافظة الجيزة المهرجة التسويقي الأول للتمور بالواحات البحرية بمشاركة 80 عارضا من مصر واليمن وعدد من الدول العربية لدعم قضاء زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر التي تعد أكبر منتجا للتمور على مستوى العالم ويبلغ إنتاج مصر من التمور أكثر من مليون و700 ألف طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة عالميا وتأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا بإجمال 18% من الإنتاج العالمي للتمور والأولى على المستوى العربي بإجمال 24% فضلا عن التزايد المستمر في عدد النخيل في كافة محافظة مصر المنتجة للتمور وأخيرا انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لتسجل عشرة دولارات وذلك بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية وتراجعت الليرة بنسبة تفوق قرب قيمة هذا العام حتى الآن لتحتل أسوأ دائم بين عملات الأسواق الناشئة بعد أن فقدت ثلثي قيمتها في خمس سنوات اقتصادي نعتبر أن انهيار العملة التركية ناجم عن عدم الثقات في الاقتصاد وشوحة الاحتياضي النقدي وهروب رأس المال التركي للخارج فضلا عن عدم وجود احتياضات مالية بالمركزي كافية لوقف هبوطها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر